ده عندي خبرين مزعجين إلى حد ما خبر من الهند وخبر من روسيا خبر بتاع الهند بتحضر بيع الزيوت والقمح والأرز أهم السلع اللي اتأثرت بقرار لأنه ارتفاع أسعار في الهند ونقص فيه المخزون السلعي وانخفاض المحصول والإنتاج الزراعي فحولت الهند تحدي من ارتفاع الأسعار داخل الهند كل حاجة غيليت عندهم الزيت غيلي والعيش غيلي والأمع غيلي والسكر غيلي السمنة غيليت ارتفاع تضخمي موجود في كل دول العالم جراء حاجات كتير مش بوقتنا يعني لكن في الهند عندهم ارتفاعات ملحوظة في الاسعار فاخدوا قرار الحكومة الهندية بحضر تصدير مجموعة من السلع لمدة سنة في محاولة لحد من ارتفاعات الأسعار الغذائية السنة الجانية ان شاء الله مجلس الأوراق المالية والبورصة الهند يوم عشرين مبارح البرصات المحلية تعليق تداول سبع سلع زراعية في البرصة تعليق تداول سبع سلع زراعية في البرصة خصوصا ايه هم بقى الحاجات زيت النخيل الخام فول الصوية وكل مشتقاته والأرز غير البسمتي والقمح والحمص والفصول الخضرة ده تضخم كان رهيب جدا وصل حوالي 5% في الهند فالبيانات الحكومية قالت انه لابد من وقف التصدير لما الهند توقف تصدير الامح وفول الصوية وزيت النخيل ده معناه انه الدول اللي تستورد من الهند مش هتلاقي هتدور على أماكن أخرى لأسعار تبقى مرتفعة ده أول ملحظ من الملحظات المزعجة بالنسبة لي الملحظ التاني او الخبر التاني روسيا بتدرس زيادة الرسوم على الصدرات الأقماح روسيا بتدرس زيادة الرسوم رسوم الصادر على الصدرات للقمح وذلك بناء على قاعدة تربط بين زيادة الرسوم وارتفاع سعر السلعة الحيوية ارتفعت الأسعار داخل روسيا للقمح وهم عاملين قاعدة لو وصل السعر 375 دولار للطن هيبدأ نرفع رسوم ولو وصل لربعمية هنرفع رسوم أخرى وفق ما فلت به وكانت بلومبرج أمس الأول وزير الزراعة الروسي ديمتري باترشيوف أعلن في اجتماع حكومي أنه بلاده هتراجع القاعدة اللي تفرض الرسوم على أساسها إذا ما حدث ارتفاع كبير في الأسعار عالمية طبعا مصر من الدول المستوردة الرئيسية من روسيا لذلك أول ما روسيا اتغذت هذا القرار مصر قبلها كانت بتنوع من مصادر استراض القمح باستورة القمح كتير جدا رغم واحدة العالم فإحنا روسيا رفعت الأسعار فإحنا اضطرنا نبحث عن أسواق أخرى وموردين آخرين يبقى عندي الهند استشعرت الخطر فعملت ضريبة صادر أو أوخاف التداول سبع سلع في البورصة وروسيا نفس الكلام بالنسبة للقمح طيب ده بيزعجني ليه؟ يعني انت مالك يعني انت عايزت نزعج وخلاص؟ لا مش عايزة نزعج ولا عايزة نزعجكم بس إحنا دولة بنعتمد أكلنا وشربنا على الاستراض الزيت كله 80% من بره السكر من بره نص يمكن ولا أكتر ولا أقل القمح أكتر حاجة بردولة في العالم فأنا دولة للأسف الشديد ده حاجة مؤسفة بس تورد أكلي وشوربي من بره فأنا مرتبط بالظروف اللي بره الظروف اللي بره صعبة جده مناخوه تقسوه بلاوة تحصل لأخبطاء أسرت على الانتاج طفعت الأسعار بنجي نرفع هنا الأسعار على استحياء وإحنا غناس وكذا لكن لازم نستعرف لازم نستعرف إيه الموضوع الموضوع أن فيه مشاكل بره جامده جدا يقول لك أبوص عمالي يا مهد لا أسعار لا زفت ما أنا زي زيك أنا بنقل بقول بس أن فيه موجة تضخمية حادة بتصيب الاقتصادات العالمية بتؤثر بشكل مباشر على الدول اللي أنا بيستورد منها أكلي طيب هل إحنا تأسطرنا بهذا الكلام طبعا إحنا تأسطر لكن خلال السنتين اللي فاتوا كورونا والبلاء اللي حصلها وغيره لم تتأثر كل المخزونات الاستراتيجية من السلع الغذائية الاستراتيجية في مصر الحقيقة ودون مجاملة أو مبلغة كان هناك رؤية مباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسي أهو وزير التموين قال الرئيس بيحرص على وجود احتياط استراتيجي يكفي ستة أشهر بدلا من تلت أشهر كلام دائمت يا جماعة في 13 ديسمبر اللي فات يبقى فيه تصريح من وزير التموين الدكتور علي المصلحي الرئيس حريص على وجود احتياطي استراتيجي ستة شهور ومش تلت شهور كان زمان تلت شهور الرئيس قال لهم طبعا إيش ضماني باللي بيحصل بعد بكرة وبكرة وعندي مناخ وعندي 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 نخلي دايما مخزولنا الاستراتيجي ستة شهور احنا سبقنا كل الدول كده يعني عندي رصيد بيكفيني ستة شهور أكل لمئة مليون مواطن مصري ويزير لأنني عندي مية وعندي 10-15 ضيف من الضيوف سواء من كل دول العالم كله بنأكل نفس الأكل ونفس الشرب ونفس القصة بالتالي أن دولة محملة بأعباء كثيرة جدا